ففي خصوص الرقابة عندي خبر مهم جدا خاص بالرقابة الإدارية النهاردة ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبضة على مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر ومهندس معماري حر وكيل ملاك مركز من المراكز الطبية لقيام المتهم الأول بتسهيل الحصول على رخصة مطابقة الأعمال في نظير تقاضي نصف مليون جنيه رشو أيضا الرقابة الإدارية ألقت القبضة على تشكيل عصابي خطير جدا بيتزعموا مدير شؤون مالية بجامعة تابعة لإحدى المؤسسات الصحفية أعتقد ممكن تكونوا عرفتوها لأن مش كتير في جامعات باسم مؤسسة صحفية كبرى كان بيعمل إيه بقى؟ بيتقاضى مبالغ مالية رشوة من سمسرة بيشتغلوا في مجال تقديم الخدمات الطلابية يعني يجي حد كده يقول لحضرتك إيه أنت عايز تقدم لابنك في الجامعة الفلانية طبعا جامعات خاصة ورسوم قد كده أنا هعمل لك كل الأوراق وما تتعبش وما تروحش وما تقفش في طوابير وسدد لك البنك واجيب لك الأوراق وابلا بلا 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 وأجيب لك فرصة لابنك يدخل الجامعة تقول له طب ده هم إحنا رحنا سألنا وقالوا خلاص الأماكن كلها تشغل تقول لك لا ملكش دعوه طبعا دي مسألة خطيرة جدا أنه السمسرة دول بيسهل لهم هذا الإجرام مدير شؤون مالية في هذه الجامعة لتسهيل إجراءات التسجيل والقبول في هذه الجامعة عن طريق حجب الأماكن الشغلة الفاضية بكليات الجامعة عن علم عموم الطلبة المتقدمين وإتاحتها لسه مصر يبقى أنت لو ما روحتش المكتب الفلاني يبقى أنت ما تلاقيش مكان تروح تسأل هو نفس الرجل دوت أو اللي مشغلهم معاك الواحد بيرضيب إيه يقول لك لا ده خلص خلاص والأماكن خلصت والتانيين يقول لك ملكش دعوه احنا عندنا أماكننا المتهمين بيعرضوا على النيابة العامة اللي أمرت بحبسهم وبرضو عشان جزئية مرتبطة الهيئة كمان هيئة الرقابة الإدارية قلقت القبضة على تشكيل عصابي بتاع الطلبة ده وعلى الموضوع بتاع مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر